بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة حنتكلم عن التعامل الصحي مع شاشة الكمبيوتر أضرار شاشة الكمبيوتر تتمثل أهمية جهاز الكمبيوتر من ناحية استخدامه في أغلب إن لم يكن في كل مجالات الحياة وأهم هذه المجالات تتمثل في المجال العملي والمجال العلمي والمجال الترفيهي مما يجعلنا نقضي عدد كبير من الساعات مع جهاز الكمبيوتر وأمام شاشة الكمبيوتر والجلوس لفترات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر يؤدي لأضرار على العين مثل جفاف والتهاب العين حصول ضعف للنظر بشكل تدريجي أو حصول تشويش وضبابية في الرؤية كذلك حصول أضرار في الجسد بشكل عام مثل ألم في الرقبة والأكتاف والظهر والعظام لذلك هناك خطوات يجب اتخاذها عند التعامل مع شاشة الكمبيوتر مما يؤدي إلى الاستخدام الصحي لجهاز الكمبيوتر لدينا بعض النقاط اللي من خلالها نتوصل إلى التعامل الصحي مع شاشة الكمبيوتر وهي كالتالي النقطة الأولى ترك مسافة عن الشاشة من نصف متر إلى متر وذلك كون الشاشات تقوم بإنتاج إشعاعات ضررة على العين خصوصا الشاشات القديمة ورغم أن الشاشات الحديثة مثل LCD فما فوق تنتج إشعاعات أقل ضررا وأقل من ناحية الكمية وهذه الإشعاعات مثل الأشعة السينية الأشعة فوق البنفسجية الأسعة الحمراء صحيح هذه الإشعاعات من LCD فما فوق تكون بكميات قليلة وغير ضررة ولكن التعرض لها لفترات طويلة سوف يؤدي إلى حصول ضرر للعينين النقطة الثانية الجلوس بالشكل الصحيح بما أننا نقضي ساعات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر فبالتالي الجلوس بالشكل الغير صحيح سوف يؤدي إلى ألام ومشاكل الظهر والجلوس على الكرسي بالشكل الصحيح هو إسناد كامل الظهر على الكرسي النقطة الثالثة الوضعية الصحيحة للشاشة يجب أن يكون الجزء الأعلى للشاشة على مستوى العين كذلك يجب أن تكون أمام الشاشة مباشرة وليس على جنب الشاشة سواء الجنب اليمين أو الجنب اليسار يجب أن تكون في منتصف الشاشة ونلاحظ هنا الطرف الأعلى لحفة الشاشة يجب أن يكون على مستوى العين طبعا الوضعية الصحيحة للشاشة سوف تؤدي إلى تجنب الآلام الخاصة بالرقبة وكذلك تجنب آلام إجهاد العينين النقطة الرابعة للتعامل الصحي مع شاشة الكمبيوتر تتمثل في اختيار سطوع الشاشة المناسب وذلك كون سطوع الشاشة الزائد أو المنخفض كلاهما يتسبب في شهاد العينين حيث يجب أن نقوم باختيار السطوع المناسب المريح للعينين النقطة الخامسة وهي استراحة عشر دقائق بعد كل ساعة بحيث بعد العمل أو بعد مضي الساعة من مشاهدة الشاشة والعمل على الكمبيوتر يجب أن نأخذ استراحة لمدة عشر دقائق نبتعد فيها عن شاشة الكمبيوتر ونريح فيها عيننا من خلال طبعا نريح عيننا من عملية التركيز على الشاشة النقطة السادسة تذكر عملية إغماض وفتح الجفن عملية إغماض وفتح الجفن أو رمش العين هي عملية تتم بشكل تلقائي تقوم بها العين بهدف حماية العين كل ثانية أو كل ثانيتين الهدف منها حماية العين من الجفاف حيث في كل مرة تحصل عملية إغماض الجفن وفتحه بتحصل عملية ترطيب للعينين مما يتسبب في منع الجفاف والذي قد يؤدي في مراحل متقدمة منه إلى حصول العمى المشكلة عند مشاهدتنا للشاشة خصوصا عند التركيز عليها مثل مشاهدة فيلم أو ممارسة الألعاب بيتم التركيز بشكل حاد على الشاشة وبالتالي تقل بشكل كبير عدد مرات إغماض وفتح الجفن مما يتسبب في حصول حالة جفاف العينين لذلك عند مشاهدة الشاشة تذكر دائما عملية إغماض وفتح الجفن بشكل مستمر والتي لا تأخذ أجزاء بسيطة من الثانية في كل مرة في البداية رح تكون العملية صعبة أنك تتذكر ورح تكون مزعجة ولكنه مع الوقت والاستمرارية سوف يتذكر العقل ذلك ويقوم بها بشكل تلقائي وبشكل مريح لك النقطة السابعة في التعامل الصحي مع شاشة الكمبيوتر تتمثل في حول نظرك عن الشاشة كل عشر تقائق كل عشر تقائق من النظر في الشاشة ينصح بأن تحول نظرك عن الشاشة لثواني إلى مكان آخر أبعد من الشاشة مثل زاوية من زوايا الغرفة أو النظر على منظر من الخارج من خلال النافذة اللي موجودة عندك في الغرفة مما ينشط الدورة التموية في العين وذلك كونك غيرت من مسافة الرؤية من مسافة قصيرة إلى مسافة بعيدة النقطة الثامنة تحريك الرقبة كل ربع ساعة تبات الرقبة على حالة واحدة لمدة طويلة من الزمن رح تؤدي إلى حصول ألم في الرقبة لذلك ولتجنب الألم الخاص بالرقبة قم بتحريكها بشكل عشوائي في كل مرة كل ربع ساعة مثل تحريكها بشكل دائري أو يمين ويسار أو أسفل وعلى النقطة التاسعة التأكد من نظافة الشاشة وذلك كون الأتربة والغبار عند تجمعها على سطح الشاشة يؤدي إلى إرهاق العينين أثناء مشاهدة الشاشة النقطة العاشرة عدم المشاهدة في الظلام إن تركيز العين على مصدر ضوء الشاشة مع عدم وجود إضاءة في المكان أخرى غير إضاءة الشاشة سوف يؤدي إلى إرهاق العينين والإصابة بالسطاع ومع الوقت رح يزيد هذا السطاع ورح تبدأ عملية انخفاض قوة النظر النقطة الحادي عشر اللي هي تحريك اليدين والقدمين كل عشرة دقائق إن ثبات القدمين واليدين لفترات زمنية طويلة تون تحريك يؤدي إلى عدم تحريك الدم بالشكل المطلوب مما يتسبب بأضرار في كل من اليدين والقدمين لذلك يجب تحريكهما على الأقل كل عشر دقائق بهدف تنشيط الدورة الدموية في كلاهما النقطة الثانية عشر وهي زيارة طبيب العيون عند العمل لفترات طويلة وبشكل دوري مستمر أمام الشاشة ينصح عندها بزيارة طبيب العيون بشكل دوري كل سنة مع الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض في العين أو أمراض أخرى تؤثر في العين مثل السكر أما الأشخاص الذين يعانون من أمراض في العين أو أمراض أخرى تؤثر في العين مثل السكر عندها يجب الالتزام بالمدة الزمنية الذي يحددها طبيب العيون إن زيارة طبيب العيون بشكل دوري يكشف لنا الأمراض الخاصة بالعين في بدايتها مما يمكننا من علاجها مبكرا كذلك سيتم مراقبة مستوى انخفاض مقياس النظر وهل هناك حاجة للنظار الطبية أم لا وعند استخدام النظار الطبية يتم استخدام العدسات مع الفلتر الذي يقاوم أشعة الشاشة كذلك يتم تحديد الحاجة إلى أدوية للحفاظ على العين من عدمه مثل استخدام القطرة الطبية حيث يتم استشارة الطبيب العيون للتأكد من سلامة استخدام الأدوية الخاصة بالعين مثل القطرة والتي تقوم بإنعاش العين وغسلها إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته